بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله مرحبكم ثاني انا دكتور عباس حسن عباس اسم الهندثة الميكانيكية كلية السلامة للعلم والتكنولوجيا هنواصل في محاضراتنا من عدد البعد هنواصل في الستيم سايكلز اشتغلنا في المحاضرة السابقة دورة كارنط بالنسبة للستيم دورة راكن وثيوبرهيت سايكل مواصلة من قطع من الحديث ان شاء الله اشتغل الليلة اللي هو الريهيد سايكلز اللي هي دورة اعادة التسخيل او بتعرف بدورة الريهيد سايكلز طيب في هذه الدورة طيب من المعروف انه لذيادة لا بد من ذيادة الضغط الذي تضاف عنده الحرارة يعني لازم نضيف الضغط اللي بتضاف عنده الحرارة طيب عند ذيادة الضغط واجهتنا مشكلة كبيرة اللي هي لو ملاحف هنا هنونا الضغط بواحد والضغط بيثنين الضغط بيواحد اعلى لما الضغط بيثنين فلو زيدنا الضغط اللي بتضاف عنده الحرارة للضغط بيواحد مغارنة بالضغط بيثنين هتزيد اليفيشنسي الكفاءة بزيد لكن لو ملاحف هنا هيحصل شنوه عندما اخرج التوربين الاستيم كثير الجفاف بتاعه بيكون عالي موارنة بB2 هذه الضغطة الأقلة كفاءته تكون أقلة لكن دلو أخذناك X2 دلو أخذناك X2 كثير الجفاف بتاعها يكون أعلى فبالتالي زيادة الضغط تؤتي إلى زيادة الكفاءة لكن بتولد لنا مشكلة إنه الضغوطة العالية مخرج التوربين الويت نيس تراكشن بتاعه يكون عالي والدراينيس تراكشن بتاعه بيكون قليل وبالتالي بيؤدي مشاكل بتاع التآكل في الريش بتاع التربع طيب تؤبر كمالبروبليبس اللي هي بتاع الهاي ويت نيس فراكشن أو الليس تراينيس فراكشن جاءت الفكرة بتاع الريهي اللي هي إنه نحن نسخن عند ضغط عالي بيون دلو الضغط ده بيون نسخن عند ضغط عالي بيون طيب لما نسخن عند الضغط العالي لما نحصل الاختيبانشن من واحد ما نخلي الاختيبانشن اكتمل للنهاية حتى يقول لنا المشكلة بتاعه شنو بتاعه إنه سيكون نمدد لمرحلة أولى سي إنه لحد النقطة اثنين بعد ذلك نعمل شنو نعمل ريهي اللي هي إعادة التفقيل لذلك جاءت الفكرة عن دلو الضغط وصيط عند ضغط وصيط نفرض إنه بي ام الضغط الوسيط ده بي ام نسخن عند ضغط وصيط نعمل إعادة التفقيل لانستة بعد ذلك طبعا الضغط سيكون بي ام أقل من أقل من الضغط بي واحد فبالتالي الإكسبانشن في النهاية سيكون عند الضغط بي ام يتمدد لحد لحد ما يصل النقطة سابعة برائد نسخراكشن عالي وبالتالي ريهي التوربيد تكون متأثرة فنحن بنكون عملنا حيثين أول حاجة استفدنا من الإكسبانشي للهي بريجر فويلر وبعد ذلك عملنا المزألة بتاع الريهي بتاع الطير طيب عندنا بعد ذلك الهي سايكل لدينا كالكوليشن الهي سبلاي الهي سبلاي ستكون على مرحلتين المرحلة الأولى من أربعة لواحد التي سسميها Q4 Q451 هذه سألنا H1 منوس H4 والمرحلة الثانية هنا هي من اثنين لفتة وهذه هي H6-H2 وهذه باحتباره Q4-5-1 وهذه Q2-6 كذلك شغلة التربين سيكون شغلة التربين سيكون في مرحلتين المرحلة الأولى هذه من واحد الاثنين وهذه وهذه H1-H2 والمرحلة الثانية والمرحلة الثانية هذه من ستة لحد سبعة وهذه H6-H7 H7 هذه بالنسبة لشغلة التربين والمرحلة الثانية والمرحلة الثانية والمرحلة الثانية والمرحلة الثانية مع مزالة إعادة التسخيف والمرحلة الثانية والمرحلة الثانية والمرحلة الثانية والمرحلة الثانية الثانية والمرحلة الثانية والمرحلة الثانية والمرحلة الثانية والمرحلة الثانية لا يوجد لا يوجد فهو في المزألة التي تحلها بالتابل ونحلها بالتابل ونحلها بالتابل فهو في المزألة التي تحلها بالتابل ونحلها بالتابل فهو في المزألة التي تحلها بالتابل ونحلها بالتابل ونحلها بالتابل النقطة 2 لا أعلم أن تكتب أن تصدقها ولكن هذه هي الجسرية أنا أعلم أن الس 1 يساوي الس 2 لأن العملية يجب أن يصدقها بالتابل الس 2 يساوي الس G أد B أم او إلكتنا الضغط المتسف لنظر هكذا سأتمكن بقاءة المكصلة أمسلت بقاءة المتسف right عند الصفات million قيمتها معروفة بالصفات million أجيبها قوالي فاولي أجد بقاءة المكصلة وكذا شخص تجهز مكصلة لذلك سأتحدث الدغط الوحيد يعني أنا S1 معروف عند الـ 42 بقى 500 ديجري سأجد S1 يجب أن يكون لديك غيمته الذي يساوي S2 ويساوي SG أنشي ساتوريات التابل بين SG مصاد SG أجد الغيمة الدغطة المقابلة هذا هو الدغطة المتوسطة الذي هو الدغطة المتوسطة الذي نحصل فيه عملنا فيه إعادة التسخير عند الدغطة المتوسطة هذا موجود غيمته عنده الغيمته عنده الغيمته أنشي ساتوريات التابل أحيانا أحيانا ساتوريات التابل أحيانا تجد أجد S6 Где نحصل إذا أظهر أن S6 يستوي لـ S و S6 يستوي S7 و S6 يستوي S7 أجيب كثر الجفاف S7 أجيب كثر الجفاف أجيب كثر الجفاف X7 ماليش؟ بعد أجيب كثر الجفاف X7 نفس هذا الأمثلة الفاتد لو قد لديه ضغط الكوندينسر أحضر الـ HCF و HCFG وعندما الـ HC7 أحضر كثرة الجفاف من الـ HF و HFG عند ثقة الضغط الكوندينسر وعندما الـ H7 سأحضر كثرة الجفاف وعندما الـ HF و الـ HF هي عبارة على HF عند ثقة الضغط الكوندينسر أسئة تنسيذن أجه التشعر ثم اجهة اجهة تنسيذن أبركة البيوطين وبした نburger ثم ن veg配 가جير التوروبين ثم سواء count ويمكن للخصص أولا ويجعل التش웃 التشعر внثل ذلك ونسبت فبالك إنه الإثبارات في الريهيت زادا وكذلك بلقى الإثبارات في الريهيت زادا وبالتالي معناها الريهيت يعني ماشي كويف طيب ماشي لكي نبعد ذات ماشي الريجانراتيف سايكل إننا الريجانراتيف سايكل اللي هي في هذه الدورة أنا بحاول أوجد الآتي طبعا من المعروف إنه كل ما كان يعني درجة حرارة إضافة الحرارة الدرجة التي توضح فيها الحرارة كانت قريبة لإنها تكون كوليستان أو الـ جانباتيب تحتاجها لأن يكون كوليستان فبالتالي بيزيد الإثبارات فيها وليس كده دورة كاروت هي المستئف سايكل اللي هي باحتبارها المستئف سايكل اللي هي دورة كاروت فنحن عندنا الريجانراتيف سايكل الهدف من الجنوب الهدف منها رفض ضرية حرارة الداخلة للبويلر قبر ما تقصل البويلر لتكون قريبة للساتوريشن تنبيرتشا بتاع البويلر فلو كان خلانها دخلت كتاب ووتر عادية فالفرق في التنبيرتشا بين الساتوريشن تنبيرتشا والإلا التنبيرتشا توزا بويلر بيكون كبير فنحن نحاول نسخينا باستخدام الريجنراتيب او باستخدام الفيد هيتر هذا الفيد هيتر على اساس انه نزيد درجة حرارة الماء قبل ما تدخل البويلر يحصي كيف الموضوع هذا أثناء الاستيماش للتيرباين نخليه يتمدد في المرحلة الأولى يعني هذا الستيم بعد دخل التيرباين في المرحلة في واحد كل الاستيم سيتمدد من واحد لشتة هذا التمدد في المرحلة الأولى وبعد هذه الفيريث هنا 들어� środقط عندما يتمدد في الفيريث نقوم نقوم بقمات كبير هنا كبير من الساتيم وانا هذا نقوم بقلينا بنفس وFire عندما تبدأ ال бумارة المرة left by the Law عندما تتحدث في الصف også نلتعة y terrible بالتمannah ك pilot وعلىéricذه وعلى آخر فعدمته فed نلتعة الإ etti صرف أفضل кон النبي بالفتنا وялиين ووصل عندما تصحب recycle قAM قام سوف أعطيها الى الثاني لكي تجد والجزء الباقي يحدث تمدد الثاني 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 تمدد البخار كل واحد كيلو جرام لكن في الثاني تمدد البخار تمدد كل البخار الأول والجزء الثاني تمدد للبخار الثاني حيث يخذ كيلو جرام وين فهي تجد الكندينسر في الثاني كيف يعلم ابدا كان لكي تجد سوف أضع الملحة لاتجربة ثلاثة ثم سوف يكون قد نحيث إلى اضع المشارات دخل نحيث إلى حرارة الملحة في النقطة 4 من 4 ودهه لحد وين؟ لحد 7 فده كله تأثير شنو البخارة الدخل عند النقطة 6 حصل له تخصيف بيجا 7 ده حصل له زيادة في درية الحرارة من النقطة 4 لحد النقطة 7 فالبولر بده يرفع من 1 من 4 لحد 1 درية الحرارة بيجا محتاج انه يرفع شنو من 1 لحد 7 وإذا أهمنا شغلا مضاقة 8 سفا بساوي 8 وبالتالي يرفع من 1 لحد 8 دي عملية الريع جنريشن الي هيميز يقبر طريق الحرارة من الماء الداخلة للبويلر بتخليها قريبة للساتورية ترويстра كبيرا تdit觸 اشياء ب VISوا طبيب لكي نت działaر الطربيل التربيد في مرحلة تلك مرة المرحلة الأولى هذه محتبارا in H1 K6 طيب المرحلة الثانية ما كل المهارف مدد لن نجد منه جزء سيكون واحد ناقص واي مضروبه في اتش سيكس ناقص اتش تو هذا من نسبة للشغل بتاع التوربين طيب ما دام بيك أيضا شغل التوربين مربوط بواي محتاج عارف واي بيستعيقام عارف واي يستعيقام بعمل حاجة اسمها الهيد بلانس بالنسبة للهيد خير الهيد بلانس اللي هو الداخل يستعيق الخارج الداخل هنا دم الفيدر بدعي الداخل يقضوله صف というه هو واي والداخل برده هنا واحد ناقص واي والخارج واحد لأنه اللي هو واي والواحد ناقص واي اللي سي جمع الداخل اللي هو واي مضروب في اتش سيكس زائب واحد ناقص واي مضروب في raison في اتش فور ده بيستعيق الخارج اتش سفن في واحد يعني اتش سفن ده الهيد بالانس فبالتالي انا لو اوجدت من الجدول H4 H6 H7 بقدر اوجد غيمة Y وبالتالي بقدر احسب شغول الخارج من هذه الدورة طيب أي شيء المهم جزيلا بالتمبراتي في المترجم و المترجم ولقناة هذه المثالة بين المترجم والتأكيد من الاخير و المترجم للقناة طيب نحن نكتب لهذا السيئ الآية القناة والنسبة لتغير بأسفل افراد قمنا عملنا لها جلوة مختلفة لكي يكون في التمبرية المتوسطة طيب أحسب التمبرية المتوسطة طيب نحن معروف أنه قلنا الضغط المتوسط يكون في التمبرية المتوسطة فبالتالي عندنا T1 عندنا 42 أساتورية التمبرية يهدي وعند 0.35 أساتورية التمبرية يهدي فأجيب التمبرية المتوسطة في أقرب 140 من هذا الجدول أجيب أقرب ريزة لها التي هي 3.5 هذا هو الضغط الذي حصل فيه عملية الفيدي طيب بعدها لأنني أحتاج الضغط الذي حصل في عملية الفيدي لأنني أجيب أحسب 8.6 لأنني أحسبه من الضغط المتوسط الضغط المتوسط لأنني أقرب 3.5 وهذا 42 وهذا 0.035 إذا معناه كل الضغط موجودة فمن السهولة بمكان أجد كل الإدشار من الممتوسط فمن المتوسط فإن طلب المتوسط لقع ثم فإذا كنت تستعمل من الممتوسط وبعدها يدعون لممتوسط البيت لأنك يضغط من الممتوسط تجريد وهي H1 عند الضغط 42 و 500 ديجريت انتغريت من السيبرهيد بعد ذلك ال S1 يساوي S6 و S2 أجيب S6 و عند الضغط المتوسط أجيب S6 أجيب S2 عند الضغط الكوندينسر أجيب X2 من S2 أجيب S6 عند الضغط ده و عند الضغط 2 أجيب S2 عند الضغط الكوندينسر و هذا يساوي HF و هذا يساوي HF عند الضغط المتوسط فبالتالي كل الهاتشات تكون موجودة عندي أعوض تعويض مباشرة أجيب غيمة Y بعد غيمة Y أشغل عبارة عن شروم الشغل في المرحلة الأولى من كل البخاريز مادة زائد الشغل في المرحلة الثانية و طبعاً سيكون جوزه بس من البخاريز مادة اجيبت الشغل بعد ذلك الحرارة المضافة برضه يساوي لي هذا الواركاوت بوض والحرارة المضافة طبعاً يساوي لي وين هي يساوي لي H1 يساوي لي H7 جبت المضافة جبت الحرارة المضافة جبت المضافة فبالتالي أصحب الشغل على تحرارة المظاهر في الدنيا والدنيا التي تجعلها في الدورة هذه هي مزالة تحلها وتضيفها للمسائل الفاتث وتسلم كل المسائل مع بعض إن شاء الله بعد الإيادة لا تخلص بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وعن صغر إن شاء الله المحاضر جايا في مدخل في الإير كوندشنية ست س hановي برجريشان وحن نزلع ه casa